موسيقى أشرف السيد علي سالم الشكاف عامل إقليم مديونة يوم الاثنين سادس أبريل الفين وواحد وعشرين على تدشين المركز الصحي القروي الرشاد بطراب جماعة المجاتية أولاد طالب السيد عامل صاحب الجلالة على الإقليم وبرفقة وفدين رفيع المستوى بالعمالة وجد في استقباله كل من باشوات الإقليم والسيد رئيس الدائرة وقائد قيادة المجاتية وممثل قطاع الصحة بالإقليم وشخصيات مدنية ومسكرية بالقضاء إلى بعض رؤساء الجماعات وفعاليات المجتمع المدني بطراب الجماعة ويأتي افتتاح هذا المركز في إطار تقريب الإدارة والخدمات من المواطن المجاتي للإشارة فهذا المركز يتوفر على آخر التجهيزات والمعدات الطبية الحديثة والتي يحتاجها المواطنون حيث يتوفر على جميع الأقسام والمرافق الصحية التي من شأنها توفير الرعاية الطبية اللازمة لساكنة المجاتية أولاد طالب المواطنون بدورهم استبشروا خيرا بهذا المشروع الطبي الهام حيث أكدوا على أهميته خاصة في الوقت الراهن والذي تعيش فيه بلادنا كما سائر دول العالم جائحة كورونا وأكدوا أنهم يعانون الأمرين من الانتقال إلى مستشفيات أخرى بواسط المدينة وهذا يكلفهم الكثير من مصارف التنقل من وإليها ويضم هذا المستشفى قسماً للأمراض التنفسية والنفسية وقسم لطب الأطفال والنساء الحوامل وقسماً لدول احتياجات الخاصة وقسماً لأصحاب الأمراض المزمنة بالإضافة إلى قاعة الفحص والتمريضة وصيدلية وقاعة للممرض الرئيسي وفي كلمته للعاملين على هذا المركز أعطى السيد العامل تعليماته لتقديم خدمات في تطلعات الساكنة والاستجابة لكل مطالبهم بعد ذلك غادر السيد عامل الإقليم طراب جماعة المجاتية للوقوف على الكثير من المشاريع المبلورة بالإقليم لتتبع سير الأشغال في كل مشروع على حدة ومنها المقطع الطرقي الرابط بين الهرويين ومدار مقهى الرحماني والطريق الرئيسية تلاتين عشرة الرابطة بين سيد حجاج جواد حصر وجماعة تطم لله للإشارة فهذين المشروعين الهامين أعطيت فيهما الانطلاقة الرسمية لبداية الأشغال مستخدمة الحضورة لتجلس filing اشتركوا في القناة